تحقيق مع شركة دياموند النمساوية للطيران بعد توهم ببيع قطع غيار إلى روسيا عبر الصين يعني معقولة هم محتاجين أن هم يلفوا اللفة دي عشان يبيعوا على الصين طبعا يشتروا من الصين مباشرة هنا سيد الكريم طبعا شركة دياموند لصناعة الطائرات في فينر نويشتاد في النمسا طبعا هذه الشركة أنا بصراحة تشرفت أني عملت بها لفترة من الزمن في 2018 باعتبار أنا مهندس طائران مهندس الكترونيات طائران يعني فعملت فيها فعلا يعني هي تنتج طائرات من أرقى أنواع الطائرات الخاصة بصراحة يعني ذات المحرك الواحد وذات المحركين إضافة لطائرات الاستطلاع التي فعليا يعني إلى حد ما فينا نعتبرها شيء من العسكر يعني لاحظ هنا لو كبرنا الصورة هنا على هذه الطائرة الطائرة هي مزودة بكاميرات ولا فعلا هذه الطائرة يعني عينتها من الداخل ومن الخارج بصراحة فهي صناعة مرموقة ومتطورة لألغاية تملكها النمسا أما سؤالك أن لماذا تدور هذه الدائرة بصراحة هذا السؤال فعلا يطرح نفسه يعني السؤال الآخر بالأحرى هل روسيا ينقصها قطع غيار طائرات من النمسا؟ يعني هل روسيا ينقصها؟ لا أعتقد يعني بعرف ما في نجابك يعني يعني اللي أنتجت الميك تسعة وعشرين والسيخوي تلاتين وواحد وثلاتين والأنظمة الدفاع والإس تلاتمية والإس أربعمية بلاس يعني على ما يبدو يوجد مواد معينة أو يوجد تقنيات معينة على ما يبدو هي خاصة بالنمسا حتى لو هي مصنوعة بالصين ولكن هي مصنوعة خاصة للنمسا لا يحق للصين أن تتصرف بها فعلا ما يبدو أنه يوجد مواد له كان فيه تعاملات بين الشركة دي وبين بعض الشركات الروسية لكن الشركة بتنكر كل الاتهامات دي وبتقول أنهما من بعد موضوع في مارس 22 قطعوا كل العلاقات وأناء على لوحي الخاصة بالعقوبات المفروضة على روسيا